السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامليني رب تكونوا بخير حبيبي اخواتي اغلى حاجة في حياتي اهلا بيكم في قناتي قناتي يوميات ننة بنت سعيد بعد الظروف طبعا اللي البطة بقضي دقيقة حلو اقضي دقيقة ولا ما ما حخليك تصوريني بس اصبر اه بعد الظروف طبعا اللي حطتنا فيها البطة حقول ايه بقى ربنا يسمح المهمة بقى انا كنت عايزة انضف لها المكان كان والله هو يعني جزي خير الحمد لله على كل حال وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يرزبنا في البيض ده ان شاء الله باذن الله هو يعني اغلب البيض وبصراحة ما شاء الله بيد البط اغلب البيض ما شاء الله الجنين فيه لسه عايش طب ازاي حنان لسه عايش والبطة منمبرح ما رجدتش عليه دي هدي الوقت تاني يوم ما جربتش خالص والله العظيم على البيض عملتي ايه حنان تعالوا حاوريكم انا عملتي ايه شايفين اللمبة دي بصوا امسكي حلا كده صوريني هتعرفي. اه. طب كده عشان يندوك. ايوه كده. ايوه خليك زي ما انت كده يا كماعة. بصوا. انا عملت اللمبة كده زي ما انت شايفين. ارجع لي وراي حلا شوية. بس. لا اكده خليك على ما تبص ما تشغلش التليفون علي انا خليك هنا على على الطبق ده. ماشي. بصوا باجا شايفين السبت ده. هجيب باجا. كمية البيض. احطها في السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. وضع لي كده ده حلا. اه. بصي كده. ايوه انت واقفة كده. بس. بس ما تحركيش عادية دكتان. ماشي? اصفين جدا طبعا على ازعج ازعجكم. بس هي بتقول لي وما انا عايزة اصور. ما حبيتش صراحة اكثر خاطرة. دلوقتي باجي انا هرص البيض بتاع البط بعد ما فحصتو. بصراحة برح برضو فحصتو. برص البيض باجي جنبه بعد. ما تحطيش البيض فوق بعد. علشان دلوقتي خلاص الااا حيبدأ ما شاء الله يطلع معايا. فلازم طبعا يكون البيض جنبه بعده كده. ادي زي ما انتو شايفين كده. ويهن لمبوفو بيهم. تمام? بتدفيلي البيض علشان تديلي نفس درجة حرارة البطة. ان شاء الله يعني ازن الله. هو طبعا البيض بتاعي باجيله تقريبا تلات اربع ايام ويطلع معايا ده اللي هو بيض البطة اللي اصلا جمت من الراجد البطة اللازينة دي. اه تمام? انما البيض بيض البط التاني اه ده باجيله زي اسبوع مسلا وبيض الفراخ تقريبا يعني هيطلع معاها بيض البط ان شاء الله ازن الله. تمام? دي كل كده كمية البيض معايا. بيد الفراخ وبيض البط. بصوا. بس هحاول يعني اشوف اللي كون في البيضة. فوق التانية. تمام? كده ما شاء الله اللهم بارك. كده عدد بيد البط وعدد بيد الفراخ. كان بس نعد اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتناشر بعتاشر ستتاشر سبعتاشر بيد الفراخ اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتناشر اربعتاشر خمستاشر مفروض ان البيض بتاع الفراخ ستتاشر بيضة. كده اكيد في بيضة من تحت البيض. تمام? نشوف. اهي. في بيضة اه تحت البيض. مش مهمة هي مش تحت وجوه يعني. المهمة باجا ان انا هسيب البيض كده. هشد الانبه اللامبة دي شوية كده. وهغطي البيض بتاعي اريحة. اه. اه. اريحة هغطي البيض بتاعي كده. علشان دلوقتي احنا بالليل. ودرجة الحرارة بتكون منخفضة. والبيض طبعا بيعوز. قولين ما قاتل السلام عليكم. سواني لا مش هنقول السلام عليكم دلوقتي اهلي شوية علي. هعلي بس اللامبة شوية. وحسيب. هشد اللامبة شوية من برا. وحسيب البيض بتاعي هنا. ان شاء الله بازن الله خلال يومين الجايين. الشد تمام. الشد تمام. شطو رينا. وريني عدنا وريهم. ما انا بوريهم. او بس انت كده رجع ورع عشان نحو نوريهم الفقاسة بتاعتنا الجديدة. بصوا شايفين كده تعتبر دي فقاسة يدوية. لو حب تبدأ التفجيز مسلا من عمر اه البيضة اول ما تتباض. وتجمع كمية البيض وتبدأ يتفجس بالطريقة دي. هي طريقة حلوة. وان شاء الله بازن الله مضمونة. ليه باجة مضمونة? علشان الحمد لله لسه الكتاكيت عايشة جوة البيضة. وده طبعا اللي يهمني. بازن الله اللهم بارك يعني يطلعوا لي وربنا يكرمني فيهم. واول ان شاء الله بازن الله ما هيبدأ طبعا متفجيز البيض. اكيد طبعا هشارك معاكم. وهقول لكم والله بكل امانة هنقول لكم تجربتي. هل في بيض مفجزش? وهل في بيض اه مات معايا ولا? في اي بالزبط? اه كتكون يعني مات معايا في البيضة. كل ان شاء الله بازن الله كل ده. هيبدأ معاكم اه بكرة او بعده. ان شاء الله بازن الله اكيد يعني. هيبدأ زي ما قلت لكم بيض البط اللي انا كنت حطاه في الاول. هيبدأ يفجس بكرة او بعده الكتير. تمام? لان كده ما شاء الله كان في بيضة وانا بفحصها المنجار بتاعها طلع في كيس الهواء. معنى زلك ان هي ما شاء الله بدأت لي اه 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 تتجهز يعني لي الفكس. وان شاء الله بازن الله خير. وبيت برضو الكتكوت هيطلع معاهم كتكوت الفراخ. هيتبجة معايا بس الاربع بيضات اللي هما اخر اه اربع بيضات كنت حطاهم لالبطة. اتمنى طبعا ان انتوا تكملوا معايا الفيديو. ان شاء الله بازن الله بكرة هنشوف لو في اي تغييرات هكمل معكم الفيديو. تمام? ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير. واللي اول مرة يشوفني يسعدني ويشرفني. ان انتوا تنضموا لعياتنا الجميلة على اليوتيوب. واحنا عايزين نقول بس يعني التجارب هي بصراحة اللي بتديكي الخبرة وتعلمك للمستقبل. يعني انا لو لما حصل معايا كده ما كنتش طبعا هافكر. اني انا اعمل اه طريقة التفجيز دي. تمام? لو لما هي بس البطة اللي حاطتني في الموقف المحرش ده. واتمنى طبعا اني ان شاء الله بازن الله الطريقة اعجبكم وتنال اعجابكم. انا بارح الصراحة كنت منازلة اللمبة شوية. فلما جيت الصبح لجيت درجة حرارة البيض عالية جدا يعني سخنة جدا البيض. لدرجة ان انا ما كنتش جادرة امسكه كويس. فطبعا انا كنت بمسك البيض لما كان تحت البطة. بصراحة كنت بتبجي درجة حرارة منخفضة يعني عن البيض النهاردة. فعشان كده سبت البيض بعيد من اللمبة النهار كله. دلوقتي تقريبا الساعة كام? الساعة 11 ونص. اه 11 ونص. قلت خلي يعني ياخد كده رطوبة لدرجة الحرارة العالية. هتخلي البيضة مش هتقدر تتنفس. يعني بصي هتسحب الاكسوجين من غرفة الهواء. فانا مش عايزة كده خليت زي ما قلت لكم البيض بعيد من درجة الحرارة حتى كنت فتحة اللمبة وتمام يعني. بس كان بعيد في الكرتونة هناك كده. وكان طبعا اه واصل الكاتكوت عن طريق غرفة الهواء دي. اه الاكسوجين لاني طبعا كان في رطوبة في في المكان. تمام? فقلت لا اكفاية بقى رطوبة كده. وخليني اه احطي البيض تحت درجة الحرارة. بس ارفع اللمبة شوية. علشان تكون درجة الحرارة ان شاء الله بازن الله مناسبة. وعلى فكرة الشكارة بتاعت الخيش دي. تمام بتحافظ على درجة الحرارة. هي طبعا مخرمة كده فيها طبعا فتحات كده. فدي طبعا بتدخل اه الاكسوجين لغرفة الهواء. اه اللي هي طبعا في البيضة ذات نفسها. تمام? فين احنا غرفة الهواء دي? الحتة اللي انا بصور دايما منكم بصور لكم دايما منها لما بنفحص البيض. اللي هي طبعا بتبقى اه مش السن بتاع البيضة. الحتة التانية اللي هي مستوية. تمام? اتمنى طبعا ان الفيديو بتاعي يكوننا لاعجابكم. واتمنى طبعا ان انا يكون بفيدكم بالفيديوهات بتاعة اه الفكس او الرجد الطيور. وبنقول لكم تجاربي والله العظيم زي ما هي. علشان لو اي حد وجع في اي مشكلة من اللي احنا بنواجهها يعني اثناء الرجد او اثناء البيض يعرف طبعا يتعامل مع المشكلة ويحلها ازاي? لحد الوقتي انا وجالي شهرين مع الطيور الرجد وقبلتني طبعا بعض المشاكل والحمد لله كنت بحل كل المشاكل. طب اي احنا اللي حصل دلوقتي ده? اللي حصل طبعا اللمبة بتهز كده وتفصل. فهروح طبعا اشغلها تاني واحاول ان انا الفها كويس علشان ما تفصلش. تمام? حتى لو اللمبة فصلت ما تخفيش لاني طبعا الاشكارة اللي انا مغطية بها البيض فالبيض حيفضل طبعا محتفظ بدرجة الحرارة بتاعته. فان شاء الله باذن الله البيض مش هيبوز ابدا منينا بالطريقة دي. لكن لو البيض طبعا انتي سايبها ما كشوف واللمبة كده زي ما انتو شايفين فصلت مرة واحدة او فجأة وانتي مسلا كنتي نايمة وما كنتيش جنب البيض اسناء الليل طبعا ممكن البيض يسجع منك ولا قدر اللائك تكون يموت. فلازم طبعا تاخدي الخطوة ان انتي تغطي البيض علشان اتحافظي على درجة الحرارة لو حصلت اي مشكلة وانتي مش موجودة. تمام? او النور قطع مثلا فجأة. تمام? اتمنى طبعا اه اللي اول مرة يشوف قناتي يسعدني ويشارفني ان انت تنضموا زي ما قلت لكم لعائلتنا الجميلة على اليوتيوب. اشتركوا في القناة من زر الاشتراك اللي تحت الفيديو. لو الزر احبر. واعملوا كل حاجة. لو زر الاشتراك احمر يبقى انتم لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا لحد طبعا ما الزر يتحول للون الاسود. هتلاقي زر الجرس كده. وبرضو فعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان توصلكم ان شاء الله بازن الله اشعارات بالفيديوهات اللي احنا هنزلها ان شاء الله بازن الله في المستقبل. كنت معكم حنان سيد من يومياتنا اننا بنت صعيد مع السلامة يا اخواتي باي باي. باي باي. باي باي.